الأستاذ كيف يمكن أن يدخل في هذه النتائج والقراءة الأستاذ من هذه النتائج التي تحسن عليها الأطفال نعم بالفعل فالمنظومة التعليم أو الدراسة للوليدات فهي لا تقتصر فقط على الأباء أو التلميذ بل هناك كذلك هذا الفرض الذي هو أساسي ومهم في العملية الدراسية وهو الأستاذ فالأساس إذا أكيد جزاهم الله بخير أولاً على المجهودة ديالهم التي يقوموا بها مع الوليدات ومنين نكونوا نتكلموا على الأساس إذا دائماً نتكلموا عليهم بواحد لغة إيجابية لأنهم سيقوموا بواحد المجهود جبار والتي يقول بأن الأستاذ هكذا أو كذا أو كذا يمكن أن يكون واحد الأقلية الأقلية قليلة بزر والأقلية مشيل ستحكم على وهذا الأمر يكون في جميع الميادين كل الميدان فيه ناس لي مع الأسف لا يوجد أمانة ولا يوجد أخلاق ولكن نحن نعرف بأن الأغلبية 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 الحمد لله ديالنا ستديرهم جهود في هذا الباب هذا ديال التعليم وكيف ما شفنا في هذا الجائحة ديالقارونا كيفاش الأساسي دات جنده وبقوم واكبين مع الوليدات ديالنا بالوسائل بالوسائل المتحى لديهم تهو مجهدوا في تطوير مهارة ديالهم وكان الأمر ماشي سهل إليهم الحمد لله أن هذا الأستاذ إذا كان عنده تهوى هذا الحس هذا اللي تنتكلموا عليه فأكيد أنه فاشهد يشوف النتائج ديال الوليدات ماليش يأخذ هذه النتيجة كمجرد أرقام أنا مؤخرا يعني كنت صفح بحالي بحال جميع الناس في المواقع الاجتماعية فكلقى يعني واحد النموذج ديال واحد الأستاذة رائعة ما شاء الله إليها كتكتب في التعليق ديال النتائج واحد التعليقات لإبداعيها مثلا أنت إنسان رائع وستكون متميزا في المستقبل أنت متميز في دراساتك وبإمكانك أن تحصل على النقطة الكذا وكذا في الانتحان المقبل طريقة جميلة ورائعة تحفيز فيها تناء فيها مدح فيها تحفيز وخاصة منك تلقى الأستاذة ديالك أو الأستاذ ديالك لكتبلك هاتشي يعني ماشيش واحد اللي ماتي أرفكش راه الإنسان اللي مآكة طيلة السنة والأستاذ عند واحد المكانة كبيرة يعني في قلب الطافل غالب الأطفال كيبغيوا المادة لأنهم تبغيوا الأستاذة ولا الأستاذ ديالهم هذي خصنا نتفقوا عليها وماشي هي الوليدات الصغار حتى الطالبة حتى في الإعداد التفل التناوي كتلقى الوليدات كيبغيوا المادة حب عظيم لأن الأستاذ كان عظيم ولأن الأستاذ يحب المادة دياله كيخدم بوحد طريقة اللي رائعة فالأستاذ كيف ما قلنا ما خصوش يشوف فقط هار النوقات خصوش يشوف كذلك الأسباب اللي خلات ديال الوليدات ما حصلوش على النوقات اللي هي متقدمة واش الأسباب أسارية واش أسباب نفسية واش أسباب داخل القسم كين شاغاب كين شي وليدات كيبرزطوهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر